تخطب تسام مع أخيها فرحة أولى خطواتها صوب القدس فاليوم يطل عليهم فجر غير اعتيادي بعدما حصلوا على فرصة الصلاة في المسجد الأقصى إحسان سيكون مرشدها لكونه زار المكان مرات عدة آخرها عام 2002 وحرم بعدها بسبب القيود الإسرائيلية يلتقون هنا مع آخرين تجمعهم الغاية والشعور ألا وهو الشوق الرحالي إلى المسجد الأقصى المبارك والله الحمد لله ما نمتش في الليل من كثر الفرحة وأنا بدي أروح أزور المسجد الأقصى وأصلي فيه وإن شاء الله دايما يوعد الكل يصلي فيه وإن شاء الله على طول هذه الحين أول مرة من بعد تقرب 20 سنة الحين ففرحة كويسة ممتازة جدا نعود أن نرجع نزور المسجد الأقصى ونصلي فيه وندعي تبدأ رحلة نحو سبعين فلسطينيا من معبر بيت حامين إيرز الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة مع شروق الشمس حيث سمحت إسرائيل لثمانمائة شخص فقط بزيارة القدس بشرط أن يفوق أعمارهم خمسين عاما للنساء وخمسة وخمسين عاما للرجال بحسب الهيئة العامة للشؤون المدنية وهو ما سبب خيبة أمل لأكثر من مليوني إنسان آخرين يحلمون برؤية الأقصى والصلاة فيه في حدود 17 ألف يعني اللي تم اللي هو تجديلهم للصلاة في المسجد الأقصى وكان المسموح بس فقط لتمنمائة شخص أنهم يصلوا في المسجد الأقصى بس تمنمائة شخص هذا بس بصير طفرة يعني في الأعياد بس في المناسبات يعني للأسف الشديد يعني ما بتحصل اللي هو على مدار اللي هو العام وبحسب الترتيبات القائمة سيعود المصلون إلى بيوتهم في اليوم ذاته زيارة منحت لهم على شكل تسهيلات قدمتها إسرائيل لهم خلال شهر رمضان كما تقول كثيرة هي الحواجز التي سيعبر منها المصلون حتى الوصول إلى القدس رحلة تقتصر اليوم على كبار السن في وقت يتمناها كل شاب وطفل لم يحظوا بها طوال حياتهم وهم أيضا من المحرومين من ممارسة حقهم في العبادة بقرار إسرائيلي شروق شهين تلفزيون سوريا من معبر بيت حنون إيرز شمال قطاع غزة